موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة قبل الدخول في الحلقة غدا أول أيام عيد الأطحى المبارك من الميادين وأسرة برنامج آخر طبعة نتمنى لكم عيدا مباركا عسى أن يمر سلاما على شعوب منطقتنا العربية وبالعودة إلى حلقتنا ونستضيف اليوم عضو الرابط الدولية للخبراء والمحللين السياسيين الدكتور إدريس هاني أهلا وسهلا بك دكتور إدريس هاني في استوديو الميادين أهلا وسهلا أبدأ معك من الوفد الذي كنت حضرتك في عداده والتقيتم الرئيس بشار الأسد يوم السبت الماضي وكانت جلسة مطولة هل لك أن تطلعنا على أبرز ما تم تناوله في هذه الجلسة؟ نعم بالفعل فخامة الرئيس بشار الأسد استضافنا في القصر الجمهوري والتقينا وجلسنا جلسة مطولة جدا اكتشفنا فيها أن الرئيس بالفعل يتمتع بكل إمكانات قائد معركة حقيقية ربطت جأش هدوء صبر ويبدو أن الأمر أكثر يبدو أكثر مريحا اليوم فهو فيما كان يتحدث به أنه كان مسيطرا يبدو مسيطرا على الوضع وأن القيادة السورية هي لاعب إيجابي في هذه المعركة وليست مجرد متلقي سلبي للتهديدات يعني لو تحدثنا بالتفاصيل عن المواضيع التي تم تناوله طبعا هذا الكلام بالعنوين العديدة لو تحدثنا أكثر ودخلنا أكثر بالتفاصيل في الحقيقة تحدثنا في كل شيء تحدثنا في كل شيء ولكن الرئيس أظهر جانبا مهما وهو أنه يراهن على أن المعركة الحقيقية هي معركة فكر مشروع فكري وأن الجانب العسكري فيها هو جانب ليس هو الجوهري فبالتالي من الجانب العسكري هم يعتبرون أنفسهم مسيطرين جدا ومتحكمين في اللعبة جدا كان كلامه كله يظهر أن القيادة السورية تتحرك ضمن منظور جيوستراتيجي وليست مجرد دولة تتحرك كمحور صغير في هذه المنظومة أو تلك فبالتالي حللنا في كل شيء في منشأ الصراع في سيرورة الصراع في الأطراف الإقليمية أو الدولية في قضية المفاوضات في جونيف في الكيماوي في كل ما يتعرض هذا ما أريد أن أسألك عنه قرأنا اليوم في صحيفة الأخبار مقالا عن هذا الموضوع تناول محاور أساسية العلاقة مع حماس وشأن عودة حماس العلاقة مع روسيا وتاريخ هذه العلاقة وإضا بالنسبة لتسليم السلاح الكيماوي أعتبره أنه خسارة سياسية ومعنوية ولكن هذا الوقت لم يعد وقتا هل لك أن تفصل لنا أيضا ماذا تميزا هذا اللقاء في الحديث عن هذه المواضيع نعم كانت الرؤية واضحة جدا أوضح رؤية في الصراع ضد سوريا يملكها ضشار الأسد في التحليل السياسي والاستراتيجي في قضية الكيماوي مثلا هو شرح القضية الكيماوية ولا تنسى أنه رجل طبيب عيون يعني مر من درس الكيمياء بيفهم في الكيمياء فكان يعطي دروس ما معنى الكيمياء ويعتبر أن هذا لا يصار إلى استعماله لأنه حين يصار إلى استعماله هو انتحار فبالتالي تكلفته وكذا وكذا وهم طوروا في البنية التحتية للسلاح التقليدي فيعتبر أن الرادع الحقيقي هو السلاح التقليدي ولقد عملوا كل ما أمكن لكي يجعلوا من هذا الجيش قوة وبالتالي كان معنا بعض الحضور يعني يمكن الاستغناء إلى حد ما عن موضوع الكيميائي كيميائي طالما أنه الكيميائي يعني هناك له دواء ما هو ردعي ما هو ردعي أيضا كان هذا التحليل لدينا من سابق قبل اللقاء وفي اللقاء لنا كانت ذردشة ونقاش أن السلاح الكيميائي أحيانا يصير عبء وبعدين فيه شغلة أساسية في الكيميائي وهو أنه وهذا كلام سيد الرئيس أنه هذه اللعبة الجيوستراتيجية لسوريا بما أنه فاعل لقد كان بوتين في وضع معزول في قضية الكيميائي وبهذه الورقة لاعبة السوريا فكت عزل على بوتين ووضعت أوباما في العزلة فهذا هو الذي يلخص وهذا طبعا كلام السيد الرئيس بالنسبة لحماس أيضا كما نقرأ في الصحف منذ مدة حتى الآن هناك محاولات لحماس لتعود إلى إيران وإلى حزب الله وأيضا لترتيب العلاقة مع سوريا كما تم التعبير يعني ماذا كان رأي الرئيس بشار الأسد في عودة حماس مبدئيا ليس عندهم مشكلة ولكن يقول 80 سنة أكدت بأن قضية التقى هل يغيرون؟ يعني يقصد هو من المرجعية إخواء المسلمين هل يغيرون؟ إذا غيروا وصارت التقى مو مشكلة لكن في الواقع ما أفهمته من كلام سيد الرئيس هو أن في موضوع حماس كيف تعود الثقة الموضوع معلق على الثقة تحدث أنه كان هناك أكثر من مرة تصرفت بهذا الشأن وكما ورد في صحيفة الأخبار نستخدم التعبير كان هناك هذا الغدر أكثر من مرة نعم يعني الخيادة مستاءة جدا وأنا أعتقد أن غير الرئيس سيكون موقفه صارما أكثر لأنه لا يوجد أكثر مرونة من رئيس الأسد في المنظومة السورية لا يوجد أكثر مرونة من سيد الرئيس حافظ الأسد هذا كلب منطقي نفهم أنه وضع شروطا لعودة العلاقة مع حماس وهي العودة إلى المقاومة هو نعم نعم هو القضية كلها مضارها المقاومة ويقول أنه كان هناك أناس يحضرونه من زمان ليش أنتم تتعاملون مع حماس وهي من الإخوان ونحن نعرف القصة فيقول القضية أنه كانت مع على قضية يعني طالما أنها مقاومة إلى غير ذلك لكن القيادة السورية حست بنوع من يعني الهيك الغضر نقولها بكل صراحة فهي مجروحة كثير من جهة قدمت لها كل الدعم دون شروط ولا تتدخل في شؤونها وهم يعرفون هذا فلذلك هم يقولون نحن ما عندنا مشكل لكن من يعيد لنا الثقة يعني لازم الإقناع فالمضار كله على عودة حماس إلى هذا الصف وأنا أعتقد أنه ستكون هناك محاولات وتدخلات ووسطات وكذا وكلها تدور حول إقناع القيادة السورية بإعادة الثقة بينها وبين حماس أيضا هناك تم الحديث أيضا عن موضوع جونيف اثنين أيضا وتحدث عنه الرئيس بشار الأسد مطولا مع الوفد يعني أبرز ما تعرض بالنسبة لجونيف اثنين هو دائما يعتبرونها أن مسألة سيصار إلى مؤتمر شكلي ويعتبر أنه شكلي وأنه أي معارضة والمعارضة هشة وضعيفة وغير متفاهمة مع بعضها يعني فهل مع من نحاور فهم يعرفون أننا سنصل إلى جونيف والذين سيجلسون معنا لم يحسموا أمرهم ولا يمثلون جهة واحدة وهذا كلام قالوهم لكل الذين الوفود لزارة سوريا من فترة أنه أي معارضة نتحدث المعارضة الداخل أو الخارج لا غير ذلك ففي قضية الخارج طبعا القيادة السورية حاسمة هؤلاء الذين نتعاملوا مع الخارج كيف نحاورهم لذلك هم يعتبرون أن هذا المؤتمر من المحتمل أنه لن يكون وإذا كان شكلي فلي يكون شكلي هما كما نقول في المغرب سيوصلون الكذاب إلى باب الدار أما قناعتهم أن هذا مؤتمر يعني من البداية هو مؤتمر فاشل ولا يتوفر على مقومات مؤتمر ناجح دعنا ننتقل إلى عنوين الصحف العربية الصدر اليوم وربما نعود إلى هذا اللقاء مع رئيس الأسد في سياق حلقتنا انتحارياني استهدفاني مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية وهدنة إنسانية في المعظمية هل تشتعل شرارة القلمون قبل جنيف 2 المجلس الوطني السوري المعارض يرفض المشاركة في جنيف 2 المعارضة تعلن دمشق منطقة عسكرية وكشف مخطط للإخوان في مصر لضرب عمل لجنة الدستور وأخيرا مئات الألاف من الفيتناميين في وداع محرر فيتنام مرتين والمنتصر على أمريكا وفرنسا الجنرال جياب إلى عنوين الصحف العربية الصدر اليوم نتبع السلام عليكم أعلان المجلس الوطني السوري عن رفضه لجنيف 2 موضوع بارز في عنوين بعض الصحف العربية الصدر اليوم ونبدأ جولتنا مع الصحف اللبنانية وأبرز مجاء في صحيفة السفير هل تشتعل شرارة القلمون قبل جنيف 2 انتحاريان يستهدفان مبنى التلفزيون وهدنة إنسانية في المعظمية انفجرت نفطيا في بحر الطوائف طرابلس أمام امتحان إجهاد الفتنة البرزاني الخوف من حرب أهلية وتلويح ضمني بتدخل في سوريا ضد الإرهابيين ونبقى في الصحف اللبنانية وأبرز مجاء في صحيفة النهار مجموعتان حضرت لتفجير مسجدي طرابلس ومخطف أعزاز إلى موعد جديد بعد العيد المجلس الوطني السوري يرفض جنيف 2 وإجلاء مدنيين وتفجيران في ساحة الأمويين إلى صحيفة القدس العربية المجلس الوطني السوري المعارض يرفض المشاركة في جنيف 2 وانفجار سيارتين مفخختين عند مدخل ساحة الأمويين في دمشق مسلحون يخطفون موظفين في الصليب الأحمر كانوا في طريقهم إلى إدلب الجزائر بن فليس يستعد للترشح لانتخابات الرئاسة لإشعال التنافس على خلافة بوتفليقة ومسؤولون يحجون إلى مكتبه لأعلان الولاء اكتشاف نفق مفخخ بين غزة وإسرائيل وشبان وشبات مغاربة يتبادلون القبل علنا في الرباط تضامنا مع مراهقين سجنا لنشر صورة قبلهما على الفيسبوك إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية الحجيج على صعيد عرفات اليوم ومقتد الصدر للشرق الأوسط الإرهاب هو الحاكم في العراق أكد أن العلاقة مع السعودية مقدسة وأقر بتدخل إيران في البلاد الحر يعلن دمشق منطقة عسكرية والمجلس الوطني يلوح بالانسحاب من اتلاف المعارضة بعد تأكيد رفض جناف الثنين إلى الجمهورية المصرية ونقرأ فيها الجمهورية تكشف مخطط الإخوان لضرب عمل لجنة الدستور وأزمة الهيئات القضائية تشتعل من جديد وبدأت محاولة الإخوان لإفساد فرحة العيد أمن العاصمة يحبط محاولة لوضع الزيوت على الكبار إلى الخبر الجزائرية وفيها عنوان واحد بارز عين واشنطن على رئاسيات الجزائر المعهد الديمقراطي الأمريكي يلتقي قيادات سياسية وأخيرا إلى الوسط البحرينية العاهل البحرين ماضية بقوة في نهجها التطويري والتنموي وبهذا العنوان نصل إلى الختام عودة إليك ضياء شكرا لزميلة غدي على قراءة عنوين الصحف العربية صادرة اليوم أعود إليك دكتور إدريس الهاني أبرز العنوين التي دونتها وتود الحديث عنها يعني في الحقيقة أنا باهتم بكل هذا البحر من الأحداث المش مهمة في نظري أنا عندي سوريا هي الآن طبعا سوريا سيكون لها الحصة الأكبر نعم نعتبرها هي محور كل الأزمة وهناك تتكسف الأحداث الحقيقية التي تستحق أن تحلل وإلا في أشياء أخرى شاب باتوا جاب مغاربة عم يسوها الشغلات حدث شو هل حدث يعني شو رح يغير في معادلة الصراع ربما هو إشارة إلى تغيير ما في المجتمع المغربي طبعا فيه مشكلة اجتماعية نناقش فيها شوي طب لنبدأ من هذا الموضوع يعني عادة عن موضوع السوري سنتقشه داخل الحدث اليوم في الموضوع المغرب هل تعتبر هذا الخبر يعني هو تغير ما في المجتمع إشارة إلى تغير المجتمع المغربي يعني أنا أعتقد أن هذا ليس شأن المغرب فقط المجتمع المغربي هذا يحصل في كل المجتمعات العربية وغير العربية أنها بالتالي ماشي نحو الانفتاح وكسر الحدود وطبعا هذه مجموعات في المجتمع قد تظهر يعني هذا لا يعني أن المجتمع كله ماشي هيك يعني بدعة شباب طبعا لا يمكن أن تطبع مجتمع يعني على مدعب نعم نعم يعني في ظل حكومة لم تقدب برنامجا حقيقيا وزادت في المحروقات في المواد الأساسية وفي ظل أزمة حكومية يدوبك بالكاد مثل ولادة قيصرية طلعت الحكومة الثانية الأداء السيء في كثير من القطاعات وكذا بنحكي عن القوى الشباب يعني أيا كان الأمر هذا موضوع اجتماعي لكن فيه أولويات هناك هضر سياسي لدى حكومة دعت أنها تقدم برنامجا سينقذ المغرب من أزمته في الوقت التي أدخلته في أزمات لنسأل أن هذه الحكومة في ظلها تحدث هذه الأشياء وهي تمسك مثلا بوزارات معنية بشؤون الاجتماعية والشباب ويحصل هذا في حكومة في ظلها أيضا تطور موضوع التطبيع مثلا هذه الموضوعات تطبيع نعم نعم بأي طريقة بأي معنى فيه على المستوى الاقتصادي على مستوى التطبيع الذي قامت به الحكومة لنسميها الحكومة الملتحية حكومة العدل التي توقودها العدل والتنمية طبعا لحيتهم لا تشبه لحيتي أبدا إن شاء الله لا تشبه لحيتي فهذه الحكومة الملتحية في الواقع قدمت نموذجا سيئا على هذا المستوى وقبل أن أعطت إشارات قبل أن تبلش في برنامجها استضافت صهاينا في مؤتمراتها في أحد مؤتمراتها الحزبية الخاصة كضيف شرف مستشار رابين وكلام كثير فبالتالي هذه الموضوعات الأساسية شو معناه أن الشباب يغبل بعض وبعض يعني حتى في السعودية ما فيه ناس يسوونها الحركة أو الكاميرا وإنما تتحرك لازم ننظر معاه هناك أحداث محورية تاريخية مهمة وهناك قضايا اجتماعية تنحل بطرق معينة كل ما في الأمر أنه فيه شابين أو كذا قاموا بعمل يعني أنا في الحقيقة يعني شيء مزعج ربما يعودوا إلى العمر يعني وتحدي هذا العمر للمجتمع والناس طبعا بالنهاية الذين يهددون يعني يهددون هذا الرؤية لأن في الحقيقة هناك حكومة تريد أن تتغلغل في المجتمع وفي مؤسساته وقطاعاته وتريد أن تغير مزاج الناس وكذا فبالتالي هناك ردود فعل حينما تصير عندنا حكومة تدعي الإسلام وتقوم بهذه السلوكيات حتما ستظهر هذه الظواهر وستحمل الحكومة المسؤولية بشكل تحدي طبعا من رد الفعل ولكن ليس مهم ليس استراتيجي لذلك أخذوهم على المحكم بس نوع من الرذع الخفيف وصارت هذه الأمور أنا أعتبر ليست مهم ربما للتقصية على أمور أخرى على كل حال سوف نتابع يعني هذا مكانها لازم يكون مجلة الموعد مش جريدة سياسية هذا المطل المفروض على كل حال سوف نتابع في الحديث عن المغرب وشؤون المغرب ولكن في حدث اليوم معلومات عن عملية عسكرية وشيكة للجيش السوري ما بين الزبداني والقلمون وملك الأردن يتصل بالرئيس السوري ويبلغه حرص الأردن على تجنب أي تورط في الأزمة السورية أما في ملف النووي الإيراني فإن الظروف واعدة ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل والمعارضة المغربية تعتبر أن الملك وضع إصبعه على مكامل الضعف التي طبعت العمل البرلماني خلال الفترة السابقة إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير هل تشتعل شرارة القلمون قبل جنة 2؟ كلما اقترب موعد جنة 2 ازداد حضور الميدان في التطورات السورية وكشفت المعلومات عن عملية وشيكة للجيش السوري في المنطقة الممتدة بين الزبداني والقلمون على طول الحدود مع لبنان الذي وضع جيشه على طول الحدود الشرقية في حالة تأهب تحسبا لأي تطورات في المقابل علمت الصحيفة أن اتصالا أجره الملك الأردني عبدالله الثاني بالرئيس السوري بشار الأسد أبلغه خلاله حرص الأردن على تجنب أي تورط في الأزمة السورية مشددا على أولوية الحل السياسي وعلى أن بلاده اتخذت سلسلة إجراءات لمنع تسلل المجموعات المسلحة باتجاه سوريا تزامن ذلك مع تأكيد مصادر ديبلوماسية عربية واسعة الاطلاع للصحيفة أن أكثر من دولة خالجية وغربية أعادت في الأيام الأخيرة فتح قنوات الاتصال مع دمشق سواء عبر قنوات أمنية يفضلها الأوروبيون أو قنوات سياسية جرى عبرها أول اتصال سوريا قطري رفضت المصادر الكشف عن مضمونه انديباندنت النووي الإيراني الظروف واعدة لكن الشيطان يكمن في التفاصيل شهدت الأشهر السابقة ذوبانا للجليد في العلاقات بين إيران والغرب روحاني فعل الكثير للإشارة إلى نيته التفاوض في واشنطن خفت القيود على أوباما الذي لم يعد أمامه أي استحقاق انتخابي كما أن عدم الاستقرار الإقلمي نتيجة الأوضاع في سوريا سيؤدي حتما إلى تركيز على موضوع المفاوضات هذا بالنسبة إلى الصورة العامة أما في التفاصيل فإما أن تؤدي إلى أتمام الاتفاق أو كسره وهنا حصلت تغييرات قليلة والمواقف بدأت تظهر تهران رفضت شحن مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج ورغم أنها بدت كأنها تقدم تنازلات في مجالات أخرى فأن رسم خط أحمر عشية المفاوضات يفسح عن تسييس يصعب التوصل إلى اتفاق جدي صحيح أن التكهنات هي اليوم أفضل مما كانت عليه لسنوات لكن الجزء الصعب يبدأ الآن الشرق الأوسط الزايدي الخطاب الملكي وضع إصبعه على مكامن الخلل البرلماني كشفت مصادر برلمانية للصحيفة أن أحزاب المعارضة استبقت خطاب العاهل المغربي الأخير ووضعت لمستها النهائية على مكترحات قوانين تنظم عمل المعارضة البرلمانية وتضمن حقوقها الدستورية ومن المنتظر أن ترى النور خلال الدورة الرابعية من السنة التشريعية الحالية التي تنطلق خلال شهر أبريل نيسان المقبل رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض أحمد الزايدي قال للصحيفة أن الخطاب الملكي وضع أصابعه على مكامن الضعف التي طبعت العمل البرلمانية خلال الفترة السابقة التي شهدت اختلالات في العلاقات بين المعارضة والحكومة دكتور إدريس هان قبل أن ندخل في تفاصيل الحدث اليوم وقبل أن ندخل إلى الفاصل لديك بعض المواضيع والعناوين التي مرت وتوضع أيضا الحديث عنها نتابع في الموضوع المغربي أم ننتقل إلى موضوع البحرين أيضا والتي تعتبر أن هناك العنوان الذي يقول أنه العملية السلمية والتطور ديمقراطية سارية في البحرين لا هو يحكي أنه التنمية والتطوير مستمر في هذا هذا كلام جيد لأنه يفترض أن يكون هذا هو المطلب ولكن أيضا يفترض في البحرين أنها تتطور على مستوى التنمية السياسية يجب أن تنمو سياسيا وأنا أعتقد أنه إذا بقي الأمر هكذا لا قيمة للتطوير ولا أي شيء أعتقد أن التنمية السياسية هي قدر البحرين هذا الشعب هو نتيجة تطور أيضا لأنه تلقى أحسن تعليم تلقى أحسن ثقافة فهو واحة مميزة في منطقة الخليج فبالتالي هذا الشعب لا يستحر ربما لهذه الأسباب التي ذكرت حضرتك يعتبرون أنه لحاجة لتنمية السياسية يعني طالما الشعب لديه ما يريد من ثقافة لكن ضريبة هذا النمو وهذا التقافة وهذا التعليم أن الناس أصبحت لها حقوق سياسية يجب أن يعني الأهم في الحقيقة الأهم هو الحقوق السياسية وبعد ذلك تأتي الأمور لأنه لا قيمة لأي حديث عن التطوير والتنمية في ظل تخلف سياسي فبالتالي ممكن يكون الحكي مميز جدا في موضوع البحرين إذا كان الحديث عن التنمية السياسية في البحرين قبل أي شيء آخر قبل أي شيء آخر قبل التنمية الاجتماعية التنمية والصناعة هذا أمر تحصل حاصل في منطقة يقوم اقتصادها على الريع نعم أيضا في الموضوع المصري أيضا لديك إشارات كثيرة تود الحديث عنها في أشياء المصري هنا في مرة معنا في العنوين أنه تم كشف مخططات ربما العنوان مضخم إلى حد ما يعني المخططات التي هي للإخوان كانت عبارة عن طباعة تيشرتات وحملة على الفيسبوك ومظاهرات ولافتات كيف تقيم حاليا بشكل سريع الوضع في مصر في الحقيقة أنا جد متأسف في الذي حصل في العملية السياسية لكن أيضا أنا غير معني متأسف لأنه تم إزالة هذا الوضع نعم إزاحة الرئيس لكن أنا أساسا أساسا وقبل أن يرحدث هذا السقوط كنت أعتقد أنه لا قيمة لتشكيلة سياسية نعطيها قيمة على أساس أنها وليدة ثورة بينما هي وليدة صفقة تعتبر أنه عملية التغيير عملية أولى صفقة صفقة يعني لا يمكن الإقناع بأن تشكيل الحكومة في عهد مرسي وغيره أنه مجرد قضية سنادي الذين يفهمون جيدا الديمقراطية يعرفون أن المسألة يعني لها علاقة بلعبة سناديق الاقتراع وهذه اللعبة متحكم فيها إذا بدنا نطلع هذا أو نسقط هذا لكن ترى هل هذا المجموعة التي أتت بالفعل استجابت للشعب استشارت مع الشعب أدخلت الشعب في في القرارات الأساسية لا شفنا نوع من التحكم بالقرار السياسي للدولة وبشؤون الدولة وصار فيه نوع يعني نوع يعني الاستفراد 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 من سنوات من العزلة وللأسف لم لم نجد لدى الإخوان ومرسي إدارة جيدة خصوصا طالما هذا هو رأيك دكتور بين قوصين أنا شخصيا هذا الداخلي هو أمر بالنسبة للمصريين أيضا ولقد طارت شريحة مهمة جدا واستجاب لها العسكر مثل ما استجاب في الثورة الأولى ومثل ما تضامن معه الإخوان لكي يمرروا المشروع طالما هذا هو رأيك بالموضوع باستلام الإخوان المسلمين السلطة في مصر يعني لماذا تعتبر بأن عملية إزاحة مرسي عن كرسي الحكم هي عملية سيئة أو لا توافق عليها لا أنا كنت أتمنى يعني طالما هم مصريون على كل حال والناس انتظروا منهم أن يتغيروا ويراجعوا لكن هما لم يحكموا بمنطق الدولة خطاب الأخير لمرسي كان خطابا سيئا للغاية ليس خطاب رجل دولة يحترم شعبه ويحترم الجيش لقد قال أشياء وأرسل بتهديدة ثم خارج بمصر لأول مرة في تاريخ مصر يستعدي مصر على سوريا صح ويضع الجيش المصري في مواجهة في مواجهة سوريا بل أكثر من ذلك تحت تصرف الشعب السوري لما يقولون الإخوان الشعب السوري يقصدون الجيش الحر شعب الجيش الحر بمعنى هذا تقزم شأن الجيش المصري حتى يكون يعني بمعنى سياسة الأخوانة أخوانة الدولة أخوانة الدولة وأخوانة العلاقات الإقليمية يعني فكنا أمام أمام فتنة كبيرة لو ظل هذا التصور لعلاقة مصر بجيرانها ولذلك لما طرد السفير السوري طرد السوري ثم وضع الجيش تحت يعني تحت تصرف شعب الجيش الحر وثم قال عن ناس يعني عن المقاومة لا مكان لكم في سوريا وصار يتدخل في هذا الأمور وصار كذا ونحن لن نقبل وفي الأخير صار يتباكى على أوباما لأنه آخر من اتصل به بالتليفون تبع سيسي نفسه فبمعنى أنه أنت جئت بصفقة وهذه الصفقة تحدثنا عنها طويلا جدا حتى قبل أن يصعد أنه في صفقة أنت جئت بصفقة أمريكية أمريكا استغنت عنك خرج بصفقة استغنت عنك أنا ما يمكن أنني أبكي على خروجك ما جأش بك بالشعب لو جاء بك الشعب تكون رافع جميلة على كل حال دكتور سوف نتابع الموضوع عن الوضع المصري وغير من الأوضاع البلاد العربية ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود أهلا وسهلا بكم مجددا إلى برنامج آخر طبعة وأرحب بك أيضا دكتور إدريس هاني معنا حضرتك ضيف من المغرب أهلا وسهلا بك كنا نتحدث عن الموضوع المصري وإزاحة الإخوان ولكن هناك سؤال واحد فقط وسوف ننتقل إلى الحدث اليوم حضرتك قلت أن مرسي جاء بصفقة هل خرج بصفقة أيضا؟ نعم بصفقة بين من ومن هذه الصفقة؟ بين الذين استلموا ملف اللعب في المنطقة بعد الدوحة السعودية؟ نعم بين السعودية ومن؟ فقط الجيش يعني؟ واللاعب الكبير الجيوستراتيجي اللي هو الواشنطن الثمن هل كان هناك من ثمن مقابل لهذا؟ هل كان هناك من مطالب من اشترافات؟ الثمن هو الصمود السوري الذي فرض العدل العكسي على منتجات الربيع الأعرابي لأنه في الحقيقة لم يحققوا الهدف من هذا لذلك يشطبوا كل شغل دوحة الآن ولكن السعودية ليست بعيدة عن هذا الربيع العربي ولا عن مصر لا سعودية رفضت الربيع العربي بهذه السيغة الأولى لأنه فوجئت في بعض الأمور فيه لأنه رفضت التورة في مصر رفضت التورة في تونس هي أفلحت قبيلتها في سوريا؟ زل العبدين هو الآن وين جالس مبارك كان على وشكي سعودية لا سعودية لها طريقة أخرى في إدارة الأزمة تختلف عن قطر لذلك شغل قطر كله الآن سوف يكنس هذه سوريا أيضا من عمل في جزء منها من عمل قطر نعم في سوريا التقا التقايا تقطعت المصالح ولكن الذي يشرح لنا الحكاية وهو الصراع الآن بين داعش وبين الجيش الحر هو في الحقيقة ذلك الصراع بين الدوحة والرياض ننتقل إلى مواضيع التي تناولناها في الحدث اليوم وهي هل تشتعل شرارة القلمونة قبل جنيف الثنين يعني تقول صحيفة السفير بأنه كلما اقترب موعد جنيف الثنين كلما زادت العمليات على الأرض والعمليات الميدانية وربما القلمون هي أبرز تلك العمليات حاليا برأيك هل يمكن للميدان أن يغير أي شيء من تحديد من تاريخ جنيف الثنين من شروط جنيف الثنين لانعقاده؟ المقاربة العسكرية التي يحاول الذين يقفون وراء المسلحين لا تنفع لأن الجيش العربي السوري مسيطر عسكريا وهو يتلاعب بهم بشكل يعني هذه المعارضة أعلنت دمشق ساحة عسكرية يعني منطقة عسكرية ما هذا سمعناه قبل سنتين ونحن نسمع أنه على وشك الإطاحة بدمشق الإطاحة بكذا وأين هو باب عمرو وأين هي الأساطير القديمة يعني أصبحت جزء من التاريخ أنا أعتقد أن للأسف فيه مفارقة يعني مفارقة كذاب كريت في المنطق ما فعلوا سواء هزموا سواء خلقوا المفاجآت خاسرون يعني المسلحون مثلا المسلحون بدهم يزيدوا في الاقتتال مزيد من الاقتتال معناه هشاشة في صفوف المعارضة فمعارضة هشة كيف ستستقبل في جونيف وإذا انهزموا في الحال هي اعترضت المعارضة وقالت بأنها لا تريد الذهاب إلى جونيف طالما الشروط هي من العجائب أن المعارضة تتحدث كأنها الطرف يملك قرارا وأنها تشارك أو لا تشارك هذه تتلقى أوامرها من محاور صغيرة في الإقليمية دكتور تتلقى أوامرها وهي صغيرة وليست فاعلة على الأرض وكل ما تريد أن تقول ولكن هي مكلفة بأن تحاور النظام في سوريا النظام ممكن أن يدخل معه في مصرحية ويوصل الكذب إلى باب الدار ولكن هم هناك شروط جونيف بالنسبة للقيادة السورية هو مسألة شكلية مش ناجحة بس الجماعة بدون يسوء أي شيء حتى يغلقوا هذا الملف لأن إذا لم يغلقوه الآن ممكن تداعياته ستكون أخطر جدا على مناطق إقليمية كثيرة من الخليج مثل تركيا مثل لبناء الآن أنا الأول أن يوقفوا هذه المهزلة نعم طب أيضا في الموضوع نفسه تقول السفير أنه علمت صحيفة السفير أن اتصالا أجاه الملك الأردنية عبدالله الثاني بالرئيس السوري بشار الأسد يبلغه فيه حرصه شديد على عدم استخدام الأردن لانطلاق أي أعمال تخريبية أو أي أعمال مزعجة لسوريا واتخذت بلاده سلسلة إجراءات لمنع المجموعة المسلحة باتجاه سوريا كيف تقرأ هذا الكلام لملك الأردن وهو في السابق كان قيل بأن التدريبات التي تجريها فرنسا وأمريكا هي فيه على الحدود السورية الأردنية نعم نعم هذه كلها مؤشرات في اللغة السياسية لدى القادة دائما هناك رسائل بل أكثر من هذا قبل أن تكون في الإعلام هناك أمور لم تكن في الإعلام أكدت فيها القيادة الأردنية أنها بعيدة عن هذا التورط لأنهم يدركون أن السوريين يراقبون الوضع بجدية وبذقة وبأنهم دولة كبيرة في المنطقة لا يمكن أن يأتيها هذه الأمور منها نعم هناك كانت مشاكل على الحدود بين الأردن ولكن أعتقد أن الأردن هناك فعلا هناك من يتم تهريبه من الأردن نعم بالتأكيد لكن الأردن هي المعنى الأول معنى الأول ضمن الدول الإقليمية هي المعنى الأول بأن تقدم أقصد التداعيات طبعا على مستوى التداعيات هي معنية نعم هي ولبنان وتركيا وإلى غير ذلك لكن معنية بأن تقدم هذه التطمينات لأن العلاقة بين سوريا والأردن لا يمكن أن تسلك في اتجاه الباب المسدود ليس في صالح الأمور هذا يؤشر إلى أن هناك بعض الدول سوف تعيد أو تسعى كما قيل أيضا في الصحيفة أن بعض الدول تسعى إلى إعادة العلاقات كلهم حتى بما فيها قطر تتمينا هذا ما أريد أن أسأل عنها قطر أرادت أن يتوسط لها أبو مازن لترتيب العلاقة وإعادة العلاقة برعك هل أيضا لا هذا تحدثنا مع الأسد فيه هذا ما صحيح غير صحيح لم يتم التوسط لم يتم هذا وهذا من كلام مجرد كلام إعلامي أربما رسائل من قطر لكن لم تفهم لأن الرسالة لازم من مرسل إليه من متلقي لازم يفهمها حتى يكون إرسال عكسي فبالتالي لم تفهم القيادة هذه الرسالة ولا كان هذا الموضوع رسالة إلا أنها تريد يعني أن تعيد العلاقات يعني تميم ليس أبيه لا أنا بقديث أبو مازن ووساطته أحكي في هذا التكريب ولكن هل هناك لكن نعم لكن نعم قطر صحيح تريد العودة في العلاقة مع سوريا تريد العودة بأشكال وطرق تقليدية وغير تقليدية مع أصدقاء سوريا الحقيقيين طبعا إيران قد تكون إيران أو حتى بعض الجهات هي لا يعني تحاول أن تتقرب بأشكال مختلفة وتبعت رسائل وخصوصا أنها الآن تعتقد أنها هي في الوضع في وضع يسمح لها على الأقل أو يفرض عليها أن تتقدم باتجاه سوريا أكثر مع الحكم الجديد لأنه في وضع حساس جدا في وضع حساس جدا لماذا؟ بعد أن سحبت منها ورقة إدارة إدارة الأزمة في المنطقة العربية على كل هذا من الموضوع من توسط الإيراني إلى النووي الإيراني الظروف واحدة لكن الشيطان في التفاصيل يكمن برأيك إلى هذا الحد يكمن الشيطان في التفاصيل الملف النووي إلى أي حد قادرة إيران على هذا الانفتاح وتقبل الغرب لهذا الانفتاح بالتأكيد لما نقول الغرب نقول واشنطن يعني الغرب إذا كنا نقصد به دول أوروبية فهذه الدول الأوروبية لا يمكنها أن يكون لها موقف سياسي في الخارج لأنها وإن كانت دول أوروبية فهي حتى في نظر برجينيسكي ليست دول جيوستراتيجية ربما فرنسا وكذا عند بعض الاجتهاد الآن في ظل هذه الأزمة يبدو لي أنه لم تعد حتى فرنسا ولا بريطانيا دول جيوستراتيجية من حيث أنها تملك قرارا حقيقيا في فرض خيار معين على المنطقة إلا بإذن الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وحسب برجينيسكي والخبراء الأمريكيين هي تنتظر حليفا حقيقيا تتفاهم معه وفي المنطقة الشرق أوسط يعتبرون الحليف الخليجي هو حليف ضعيف جدا وفي انتظار هم ينتظرون إثنين ينتظرون إيران وينتظرون في العرب والعراق فبما أن الأمور معقدة الآن لكنهم لا يمكنهم وهذا من الخطأ الذي ترتكبه دول خليجية الأمريكيون ينتظرون طبعا هذا أنا أحكي جيوستراتيجية هم ينتظرون الحليف الجيوستراتيجي الإيراني لأن الصراع هو أكبر حتى من الشرق الأوسط الشرق الأوسط هو يقع في جنوب المنطقة الأوراسية اللي هي محل النفوذ والهيمنة أمريكا تريد السيطرة على هذا المجال فبالتالي الشرق الأوسط هو من رابح في الشرق الأوسط يستطيع أن يتوفر على عناصر القوة في المجال الأوراسي ولذلك تقدمت الصين وتقدمت روسيا وتقدمت كذلك لكي تهزم أمريكا في المجال الأوراسي ولكن المعركة تدور في الشرق الأوسط لذلك أمريكا تعتبر أن روسيا سبقتها في موضوع إيران صحيح أن أيران مستقلة حتى شعارها الأول لا شرقية ولا غربية لكن وقفت في صفر الآن أمريكا تحاول أن تغير من طريقتها وأسلوبها لذلك هي يهم هذا التقارب حتى وإن كان لا يعني التقارب الإيراني أنه صبحت إيران حليفا لأمريكا إيران دخلت بينهما حتى تقول لهم أنه موجودة هنا كدولة جيوستراتيجية سينتهي الأمر كما تريد إيران هنا يتم الحديث تقول الأندباندت بأن أوباما أكثر تحررا من القيود بعد الولاية الثانية يعني هذه ولاية الثانية لا يوجد ولاية ثالثة كما أنه لا يغازل كثيرا الإسرائيليين في هذا المجال ويهمه أكثر العلاقة مع إيران طبعا هي علاقة مطلوبة يعني لا يمكن هي إسرائيل طبعا مطلوبة أمريكية ولكن التلبية مطلوبة أمريكية وتلبية إيرانية كل ما يريدون من إيران هو أن يضغطوا عليها لكي تأتي وإن اقتضل حتى طورة جديدة في إيران لكي تأتي قيادة تكون حليفا لأمريكا أمريكا لم تهضم بعد ولا تدعم المقاومة أنها خسرت إيران لذلك تعتبر أن هزيمة في الشرق الأوسط ليس لروسيا لو لا إيران لما كانت روسيا لاعبا استراتيجيا في الشرق الأوسط بهذا الشكل ولولا إيران وسوريا في وقت من أوقات لما كان أردوغان فعل ما فعل في الشرق الأوسط وصدر نفسه كذا فبالتالي كل الذين أدخلوا روسيا وأعطوها هذه الإمكانات وفي الحقيقة كل الدور يعود إلى إيران إلى إيران وسوريا نعم وسوريا بالضبط أنتقل قليلا إلى المغرب قبل أن نذهب إلى إقراء تركيا في الشرق الأوسط الزايد يقول بأن الخطاب الملكي وضع إصبعه على ما كان من الخلل البرلماني برأيك كان المعارضة صدقت في هذا القول فعلا هل هناك خلل إلى هذا الحد واكتشفه الملك وضع له حلولا في موضوع الحكومة العلاقة بينهما بأنه لابد أن تكون العلاقة منتظمة نعم يعني شوف حتى على مستوى الحكومة يعني كثير من الأشياء الأزمات الآن مثلا كان عندنا دستور جديد وهذا الدستور كان ينتظر أيضا وينتظر الناخب من الحكومة الجديدة أنها تنزل تنزيلا ديمقراطيا حاروا في تشكيل الحكومة الثانية حينما استقل الشركاء في الحكومة الاستقلاليون حينما انسحبوا حدثت أزمة وضاخت في الحقيقة الحكومة المشكلة وهو أن رئيس الحكومة لا يريد أن يمارس صلاحياته وكان دائما يطلب تحكيم ملكي والملك ما كان بده يدخل لكن رئيس الحكومة هو اللي أسر 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 بعدين تبين في كثير من القطاعات مش فقط في هذا في الأداء الحكومي في التعليم كل مرة تطلع قصة في قطاع من القطاعات ينبه لها الملك باعتبارها القصر هو مؤسسة فاعلة في الحياة السياسية المغربية والحياة الاجتماعية والتقافية فبالتالي الناس الآن يدركون تماما أن هذه الحكومة جاءتهم بما لم تتجرأ عليه أي حكومة في تاريخ المغرب وبالتالي عندنا صورتين عندنا القصر الذي يقوم الملك بجوالات في إطار سياسات اجتماعية في أكثر من قطاع وهناك حكومة في أي لحظة في أي فترة أو فترات تدفع ببرامج كلها تصب في تدمير ما تبقى من مكتسبات السياسة الاجتماعية في المغرب فهذه الصورتين مهمة على مستوى العدالة الاجتماعية في هذا المشهد يعني وسط هذا المشهد في المغرب فيه رميد مثلا فيما يتعلق بالتغطية الصحية بالنسبة للفقراء فهم يدعون أنهم في زمان حكومتهم صار هذا وهذا غلط هذا لا علاقة لهم به رميد عنده علاقة بالقصر وليس بالحكومة فبالتالي السياسة الاجتماعية ضربت الحكومة الملتاحية تضرب في السياسة الاجتماعية على العكس وبالتالي ربما إلى أي حتى تدخل السعودية حاليا في المغرب يعني هناك شكاوى يعني بالأمس قرأنا عدة مواضيع تتعلق بهذا الموضوع يعني تدخل السعودية في شؤون المغربية من قال هذا الكلام؟ كتاب ومراقبين في المغرب لا في المغرب لا يجرؤون على السعودية حتى الكتاب لا اليسار لا الإسلاميين لا اليمين لا كل شيء حتى قالوا هذا الكلام تحديدا بأنه ممنوع أن يكتب عنها ممنوع أن تنتقد في الإعلام ممنوع ما الصحف كلها؟ أعطيني صحيفة واحدة أقول لك هل تأخذ من السعودية أم لا إذا المغرب كدولة عنده استفافات على مواقع إلكترونية ليست بصحف يعني على مواقع إلكترونية هذا الكلام نعم أما الصحف كلهم يأخذ حصته من الريع السعودي فإنه يكون صرحاء وهم ينافقون السعودية والسعودية تستعملهم يعني هم غير محترمين حتى بالنسبة للسعوديين يعني فهمت؟ يعني جماعة خليني أعبر عليها بطريقة سعودية جماعة طرارة يعني يطرون بالتعبير السعودي يطلبون المال هذا هو غير محترمين حتى عند السعوديين أما شأن الدولة لا هذه أمور أخرى لأن قرية الدولة هي استفافات لها مصالح لها أمور نعم السعودية عندها مصالح مع المغرب كثيرة جدا وفيه دعم دعم كبير لأشياء لقطاعات فهذا شأن الدولة لكن أحكي في المجتمع المدني وأحكي عن الحكومة أيضا التي في الحقيقة تخاف من السعودية الآن ليس يخافون منها وتحلوا فمهم لأن نحل الفم تبع صحفة العدلة والتنمية لماذا؟ لأن السعودية أسقطت لهم الإخوة المسلمين في مصر ولأنها تهددهم لأن لا تريدوا بقايا المشروع القطري في أي دولة عربية أخرى وهو مهددون بالسقوط لأن الحكومة ستسقط الآن هي في الإنعاش ولكن ستسقط والتي مخلها بالإنعاش تعرف من الذي يحميها الآن هو الدولة فإذن بالنتيجة يجب أن تسقط ولذلك لأنه لا يوجد مقابل أيضا الأحزاب ضعيفة لا يوجد بديل عنها لا يمكن أن يحكم المغرب بحكومة من القبيل إذا ليس هناك من بديل لا يمكن لا هو سيكون الحل لا يوجد باب مسدود لكن هناك ترتيبات منظور معين اتفاقات هناك تشخيص الموضوع بشكل آخر وهم يعرفون يلعبوا السياسة لكن هذه الحكومة لا مستقبل لها لا مستقبل لها يعني كيف سيكون شكل الحل يعني حتى أقول هناك حل كيف سيكون من أين سيأتي هذا الحل من القصر لا هو القصر من الدستور الجديد في صلاحيات لرئيس الحكومة وفي انتخابات وفي أشياء يعني المشكلة هو في بعض الأحزاب ضعيفة حتى المعارضة ضعيفة لا حضرت تقول أن هناك سيكون حل يعني هناك سيتم إيجاد بديل الحل سيكون بالتدريج لأنه الآن فيه في صفوف المعارضة يحاولون أن يستجمع قواهم يحاولون أن يستجمع قواهم وفي مصر لما تغول عليهم الإخوان استجمعوا قواهم وكذف ثم أسقطوا الحكم هذه الحكومة قوة تأتي من ضعف الأحزاب وليس من قوتها أما هي فهي ضعيفة جدا لا في أدائها السياسي هذا حال كان المعارضات في جميع دول الربيع العربي نذهب إلى إقراء تركيا لماذا لم يعد هناك من نموذج يساعد على الشراكة النموذجية بين تركيا وأمريكا ما هو هدف الحكومة التركية من بناء جدار يفصل بين تركيا وسوريا في منطقة نصيبيين ولماذا يلقب بجدار العر وكيف لرزمة الإصلاحات التي تحدث عنها إردوغان توسع الهوى والتوتر بين فئات الشعب التركي إقرأ تركيا والتفاصيل زمان علي أصلا الشراكة التي لم تعد نموذجا بعدما أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصطلح الشراكة النموذج على العلاقة مع تركيا بات من الواضح اليوم أن هذا المصطلح يعكس تمنيات أكثر منها واقعا موجودا إذ لم يعد هناك نموذج يساعد على الشراكة ولا شراكة تمثل نموذجا مثلا على ذلك حصل أخيرا مديح وزير الخارجية الأمريكي جون كاري للرئيس السوري بشار الأسد على التعاون في الملف الكيميائي واعتراض واشنطن على استعدادات تركيا لتوقع صفقة شراء صواريخ باليستية من الصين كما أن المواقف من الأحداث في سوريا ومصر والعراق وإسرائيل لا تتطبق أبدا بين أنقرة وواشنطن راديكال جدار العار وصف رئيس فرع حزب السلام والديمقراطية الكردي في ماردين رشاد كايماز الجدار الذي تبنيه الحكومة التركية في منطقة ناصبين على الحدود السورية بأنه جدار العار وقال أن الأكراد لن يسمح اليوم لهذا الجدار أن يكتمل إنه جدار سياسي لا أمني يرمي إلى الفصل بين أكراد تركيا وأكراد سوريا لافتا إلى أنه إذا لم تتوقف الأعمال في عملية الحفر لأساسات الجدار فسنتحرك وسيكون أردوغان مسؤولا عن أي نقطة دم طراق ترف الإصلاح وحكيمية الأمة أظهرت النقاشات التي تلت رزمة الإصلاح التي قدمها أردوغان بعد هذه الإصلاحات عن هدفها الهدف من الإصلاح هو المساوات بين الأكراد والأتراك وبين السنة والعلويين والنتيجة ازدياد الهوى والتوتر بينها يرجع السبب إلى أن السلطة لم تحدث التغيير الإداري والحقوقي الذي يتفق مع روح الإصلاح إضافة إلى أن استمرار البنية الحقوقية التي تعطي أفضلية وهيمنة للعنصر التركية على حساب الكردي وللثقافة ذات الأساس الإسلامي على حساب العلوية يجعل المأزقة مستمرا وإن لم يحدث هذا التغيير فالمساوات ضرب من المحال يعني مرة معنا مواضيع عدة قبل أن نختم لابد أن تعلق على الموضوع التركي لسيما في العلاقة مع سوريا نعم هو يعني وتحديدا شيء ما يعني قاله الرئيس نعم نعم هي تركيا الخاسر دائما حتى في التحاليل اللي كنا نكتبه كذا أن سوريا ستكون هي الخاسر الأكبر في هذه اللعبة التي استهدفت النظام السوري بالنسبة للسيد الرئيس الأسد هو تحدث الحديث اللي كان يتحدث عنه القيادة السورية على طول وهو أنهم يحترمون الشعب وهم يخافون على الشعب التركي من سياسة أردوغان فما ليس عندهم مشكلة مع الشعب التركي إلى غير ذلك أردوغان يعني هو في الحقيقة أكذوبة في التاريخ السياسي التركي هو صانيعة مفبركة مثلما صنعت قيادات كثيرة للأسف حتى على مستوى التنمية الآن نشوف الحديث عن التنمية وكذا الرجل أعطاه شوية فلوس لأنه صنع صنع تحت رعاية غراهم فولر وغيرهم لأنهم جايبين حتى يكون هو النموذج من هي تركيا أردوغان حتى تكون عندها شراكة مع أمريكا أردوغان هو عميل للولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول بأن تركيا خسرت بأردوغان وبعلاقته مع سوريا نعم مرسي هو مثله مثل أردوغان يعني يوازي بس لأن أردوغان أكثر تمثيلية عنده قدرة على التمثيل أكثر كما رأينا في دافوس دافوس في دافوس على كل حال يعني عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين دكتور إدريس هاني شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها وكل عام وأنت بخير وأيضا لكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد وكل عام وأنتم بألف خير اشتركوا في القناة